يعتقد المواطنون في دول العالم المتقدم على رأسها الاتحاد الأوروبي أن مفهوم خدمة العالم بالجيش واجب مقدس وشرف لمن يؤديه في وقت هناك أنظمة مارقة توجه الجيش لخدمة مصالحها وبقائها رغم أنف شعوبها فبعد عشر سنوات من الثورة السورية أقرت محكمة العدل الأوروبية بضرورة منح الفارين من التجنيد الإجباري في صفوف ميليشيا أسد حق الحماية الكاملة لأنهم رفضوا المشاركة في آلة القتل الأسدية التي تسمى جيشا إذ إن هذا الجيش الذي أفرغه أسد ودائرته الضيقة من مفهومه الوطني وحوله أداة لقتل الشعب الثائر ضد بشار تعتبر أهم إنجازاته تدمير المدن فوق رؤوس قاطنيها الأطفال قبل كبار السن دون نسيان الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمت ضد المدنيين من كيموية وفوسفورية وقنابل فراغية كل هذه المشاهد والصور التي ترقى إلى جرائم حرب وحتى إبادة جماعية بحسب حقوقيين اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية موثقة بشكل جيد ويحق للرافضين المشاركة بها للحصول على اللجوء لأن نظام أسد يعتبر هذا الرفض له فعلا معارضا ويستحق مرتكبه أقصى العقوبات التي تصل إلى الإعدام ويأتي قرار المحكمة بعد قضية رفعها طالب لجوء سوري بعد أن رفضت إدارة الهجرة الألمانية منحه هذا الحق لأنها لم تقتنع بأسباب الطلب وهو رفض المشاركة بمثل هذه الجرائم وكأنهم لا يعلمون أن السوري الذي سيتم ترحيله إلى نظام أسد ستكون نهايته المحتومة في أقبية مخابرات أسد حتى إن لم يكن بسبب فراره من التجنيد في ميليشياته فقط لأنه تجرأ وتقدم بلجوء للنجاة من محرقة اسمها سوريا الأسد نحن طلاب الكلية الحربية